الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد يقول الحق سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت هذه الآية في يوم عرفة في حجة الوداع وما هو عرفة؟ عرفة هو موقف موقف كبير جدا لا يقتصر على جبل الرحمة كما يظن بعض الناس ومسجد نمرة نصفه داخل في عرفة ونصفه خارج عرفة وموقف عرفة سمي بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه هذا رأي وقيل لأن جبريل عليه السلام لما طاف بإبراهيم عليه السلام يريه المشاهد والمناسك فكان يقول له هذه العبارة أعرفت؟ أعرفت؟ فيقول الخليل أعرفت وقيل لأن آدم وحواء لما نزل من الجنة افترقا فالتقى آدم بحواء في هذا الموضع والكلام في ذلك كثير ولكن الذي يعنينا في هذا الأمر ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أحقر من يوم عرفة أصعب يوم على إبليس هو يوم عرفة لما يراه من تنزل الرحمات ومن مغفرة الزنوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج أعرفة لأن الوقوف بعرفة أعظم ركن من أركان الحج وفي هذا اليوم يتجلى ربنا لعباده ويدنوا من عباده دنو رحمة وقرب ومعية ويستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة لأنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ولكن لما يراه الحاج من المشقة يجب عليه أن يفطر في يوم عرفة وكما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده في هذا الموقف ويغفر لهم زنوبهم وقد ورد عن محمد بن المنكدر أنه حج سلاسا وسلاسين حجة وفي آخر حجة قال يا رب إني حجشت سلاسا وسلاسين مرة فواحدة عني أي عن فرضي وواحدة عن أبي وواحدة عن أمي وأما السلاسون حجة فقد وهبتها لمن وقف بعرفة ولم تتقبل منه الحج ثم نام فرأى في المنام هاتفا يقول له يا ابن المنكدر أتتكرم على من خلق الكرم؟ يا ابن المنكدر أتجود على من خلق الجود؟ لقد غفرت لأهل عرفة ولمن وقف بعرفة قبل أن أخلق عرفة بألف عام وكان حكيم ابن حزام في يوم عرفة يعتق ألفا من عبيده في هذا اليوم وعندما يعتقهم يقوم الناس بالبكاء وترتفع أصواتهم بالدعاء ثم يقولون يا رب هذا عبدك قد أعتق عبيده فأعتق رقابنا من النار يوم عرفة فرصة لمغفرة الزنوب يوم عرفة فرصة لاستجابة الدعاء ويوم عرفة هذا كما ذكرنا قبل ذلك لابد أن ندرك جزءا من الليل في يوم عرفة فلو أنك أدركت هذا اليوم بالنهار يجب عليك أن تدرك ولو لحظة من الليل وإن لم تدرك عليك أن تعود مرة ثانية ولو قبل الفجر بلحظة ومن فاته الوقوف الوقوف على عرفة بالليل ولو للحظة فعليه دم نسأل الله أن يوفقنا لهذا الموقف العظيم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجاج إلى بيته الحرام ونسأله سبحانه أن يحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته